إلى الجزائر حكمت محكمة بالسجن لخمس سنوات على وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت بعد إدانتها بالفساد ودانت المحكمة الوزيرة السابقة والتي تولت مهامها قبل يوم واحد من استقالة الرئيس بوتفليقة تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق بعدة تهم منها تصريح الكاذب بالممتلكات والاستغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومن مزايا غير مستحقة للغير عند إبرامي هذه الصفقات وحكمة في القضية نفسها على زوج الوزيرة السابقة بالسجن لسنتين وكذلك زوج شقيقتها مع إزار مذكرة توقيف دولية بحقه أعلن رئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس عن تعديل حكومي طفيف مس وزرتي المالية والثقافة وتم بموجب هذا تعديل تعيين عبد الرحمن راوية وزيرا للمالية وسوريا مولوج وزيرا للثقافة والفنون وكان الوزير الأول الحالي أيمن بن عبد الرحمن هو من يطلع بمهام وزارة المالية منذ تعيينه على رأس الحكومة الحالية ينضم إلينا من الجزائر مرسلنا محمد جرادا إذن وزيرة الصناعة السابقة محكم عليها لخمس سنوات سجنا ما التفاصيل؟ طبعا وزيرة الصناعة جيميلة تمزيرت هي واحدة من بين ثلاث وزيرات هنا في السجن اليوم في الجزائر جيميلة كانت الوزيرة الصناعة في أحد بوتفريقة متهمة بقضايا فساد بتقديم امتيازات غير مستحقة استغلال الوظيفة وتهم أخرى طبعا اليوم صدور الحكم بخمس سنوات ربما أنهى هذا الملف الفساد في وزارة الصناعة التي طال فيها الكثير من الوزراء قبلها وأيضا تأتي هذا الحكم بعد حكم أيضا لوزيرة البريد والتكنولوجيا الاتصال هودا فرعون بثلاث سنوات الأسبوع الماضي والمتوقع طبعا أوائل الشهر المقبل وبتحديد يوم الثالث من مارس محاكمة أخرى لوزيرة أخرى في أحد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفريقة وهي خليدة من وزيرة التقافة وزيرة التقافة التي أيضا هي متهمة بتبديد أموال عمومية في تظاهرات ومهرجنات فنية وأيضا في قضايا أخرى إذن هنا ثلاث وزيرات في السجن يتم صدور الحكم اتباعا بعد هودا فرعون اليوم جميلة مزيرت وأيضا أوائل الشهر المقبل خليدة تومي وكيف تبدو ردود الشارع بعد هذه الأحكام التي لا زالت تمس رموز النظام السابق محمد طبعا اليوم سواء بالنسبة لوزيرة الصناعة في عهد بوتفريقة أو بالنسبة لوزراء آخرين من النساء أو حتى من وزراء رؤساء حكومات سابقين أن اليوم بالنسبة للجزائريين هذه الأحكام في أحكام عادية لأن قضايا الفساد قضايا كبيرة وتبديد الأموال الآن بالنسبة لخبراء والاقتصاديين بنحو 250 مليار دولار تقديرات الخبراء هي كلها أموال التي هربت سواء عبر عقارات أو بإنشاء عقارات أو تبديد أموال وهناك من هي أموال مهربة في البنوك وبالتالي هذا الرقم الضخم 250 إلى 300 مليار دولار هذه الأرقام في جائحة في أزمة مالية واقتصادية في الجزائر التي تواجهها أمام أموال مهربة طبعا بالنسبة للجزائريين هذه الأحكام عادية جدا وربما الأهم بالنسبة للجزائريين هي كيفية استرجح هذه الأموال والقضاء نهائيا على قضايا الفساد التي طالت الكثير من القطاعات في الجزائر شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل مرسلنا من الجزائر محمد الجرادة